تلك الرسل فضلنا بعزهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأجدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البجنات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أجه الذين آمنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يعطي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعخذه سنة ولا نوم له ما في الصمافات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيء كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراح في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرفة الوسقالا في ساملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى اللذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا عهي وأميت قال إبراهيم فإن الله يعطي بالشمس من المشرق فاعطي بها من المغرب فبهت الذي كفروا والله لا يهد القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خافية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبست قال لبست يوما أو بعز يوما قال بل بست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العزام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أبلم تعمن قال بلى ولكن ليتمعن قلبي قال فخز عربعة من التير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يعطينك صعيا وعلم أن الله عزيز حكيما مسل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضعف لمن جشاء والله باسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا من ولا أزلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحظنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أظا والله غنيع حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأضاك الذي ينفق ما له رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمسله كمسل صفوان عليه طراب فأسابه وابل فتركه صلاة لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومسل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتصبيتا من أنفسهم كمسل جنت بربوت أصابها وابل فآتتأكلها زعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا وانفقوا من تجبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من العرض ولا تيمموا الخبيس منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه وعلموا أن الله غنيع حميد الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أَيَفَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ زُرِّيَّةٌ زُعَفَاعُ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يُعْطِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُعْطَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَصِيرًا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَظَرْتُمْ مِنْ نَظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبُضُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُعْطُوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَطِغَاءَ وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين عصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسعلون الناس إلحافا وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُظَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَعْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَصْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِسَلُ الرِّبَى وَعَهَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ بَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَسِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَظَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبَى إِنْ كُنْتُمْ مُعْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَعْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوعُوسُ عَنْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ زُوْ عُسِرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَى مَيْسَرًا وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّتُ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَضُلُ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُوا وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ زَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَتِيعُ عَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَعَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تَزِلَّ عِهَدَاهُمَا فَتُزَكِّرَ عِهَدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُهُ سَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِي ظَالِكُمْ أَقْسَتُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلِشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءً لَا تَرْطَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَازِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُزَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى صَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْزُكُمْ بَعْزًا فَلْيُوَدِّ اللَّزِعُتُ مِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُوُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخُفُوهُ يُحَاصِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأتعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نصينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز زمتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الصماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المياد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد الإقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فعت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعيا العين والله يعجد بنصره من جشا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زجنا للناس حب الشهفات من النساء والبنين والقناتير المقنترة من الزهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متحرة ورزوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقاندين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقست لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما ختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمجين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تظلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يعمرون بالقست من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبتت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أجاما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم إلا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من المجت وتخرج المجت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محظرا وما عملت من سوء تبدو لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اعطيوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زريتا بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنسا والله أعلم بما وزعت وليس الزكرك الأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا لك دعا زكريا ربه قال ربها بلي من لدنك زرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يسلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأة آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آيا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبقار وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتحرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم قنطي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه سمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولدا ولم يمسسني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جعتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وعهي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطورات وليعحل لكم بعضا لذي حرم عليكم وجعتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعونا إن الله ربه وربكم فاعبدوه هذا صرات مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحباريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فاعوزبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مسل عيسى عند الله كمسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونا الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تبلوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تبلوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون وَلَا تُعْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّسَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمٌ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بِذِي نَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّينَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِأَحْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلَؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيعمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسهاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاصرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البجنات والله لا يهد القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالون إن الذين كفروا وما توبهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض زهبا ولبفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ترجمة نانسي قنقر